اقضابي بعرصة كربل ماريدا لازم يجيني من حبيب المصطف مسلم يبين عمي دي خبرني صايا اشوف لانك من خطيف ولي قلب طاير مذهول تمشي بس بالسكاياك مشيت الحاير تخفي النشيج ومدمعك بالخد هم قلها للكوفايا تراهم استعدي لما وعزا كرهيم قصيدهم ذبحة حسين وبكربل مولايك لا ناصر ولا معي عافي الدنيا ومن كثر جار الدهر أخذ ينوح بأبي وأمي يجر الحسرة وإذا بمسلم يقول يا حبيب قل لحبيب النوح والحسرات ما يفيد هيا يا حبيب وين تروحا وكربلها عنك ما هي بعيد توجه إلى كربلها رجع بأبي وأمي باله مشغول عقله طائر بأبي وأمي دخل أسدية شافت يديه فارغتين قدمت له الطعام لم تحدث تناول شيئا من الطعام بأبي وأمي غص بلقمته قالت الأسدية إن صدق ظني فإنه يأتيك رسول من رجل كريم شوية وإذا بالباب تطرى قام حبيب من بالباب قال رسول الحسين يا حبيب خرج إليه وإذا لديه كتاب قد طواه في عمامته أخرجه قدّبه إلى حبيب وإذا في ذلك الكتاب من الحسين الغريب إلى عمنا حبيب يا عم فإذا أردت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فالحق بنا فإنا قد نزلنا في أرض كربلا وإذا بحبيب يقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين دخل استعلم أبناء عمومة بأن هناك رسولا قد جاء إلى حبيب جاءوا إليه استأذنوا دخلوا على حبيب هنا الأسدية تسمع شافت شافتها رسول الإمام سمعت الحديث ها نظرت الآن وإذا أبناء العمومة يقولون ترى ابن زياد ويزيد قد جمعوا يريدون قتال الإمام الحسين فما تقول أراد أن يصرفهم عن منعه قال الحسين سلطان ويزيد سلطان وما نناوى الدخول بين الصلاطين قالوا جزاك الله خيرا خرجوا من عنده وش الموقف يا مؤمن يا مؤمنة وإذا بالأسدية قد أقبلت ناحية حبيب وبيدها المقنعة ألقت بتلك المقنعة على حبيب قالت يا حبيب خذ هذه المقنعة وأعطني سيفك ودرعاك قال لها ما عندك يا أسدية قالت أريد نصرة سيدي ومولاي الحسين قال يا أسدية قال يا أسدية إني أخاف عليك أن ترملي أطفالك أن ييتموا قالت يا حبيب لا تقصر عن نصرة الحسين والتدعنا نأكل بعدك يا أسدية يا أحبيب ابني البتولة لا كربة لا يقولون ضال ما أحصور به لو عزويته كربة لا يقولون شيب للمرتضى حطي الخيئة ما لنا نصير يا حبيب وعندها أطفال حرة إن شان راح يحسين ما يرتفع للشعاء على ترضى لي بالستور وإحسنتك حرمتك ظلت تنخي وتخميش والاخدود مفرع شان ما تنهض بهمة وتطبذي تشلمع معه جيب لعمامة يبين عم يخيذها المقنعه ظل حبيبي عيني لها وغاصب هلت دامعة يلا يا مؤمن هذا ما جرى معه مع الأسدية بين الأسدية وحبيب في الطرف الآخر في كربلا الحسين بأبي وأمي جالس مع العباس مع علي الأكبار مع أهل بيته مع قرابته أفرد راية عظيمة اشرأبت لها الأعناق كل يقول أعطني هذه الراية يا أبا عبد الله وأبو عبد الله يقول يأتي من يحملها وإذا غبر مرتفع من ناحية الكوفاء وصوت يشك تلك الغبرة كلنا مع لسان لسان حبيب لبيك يا حسين لبيك يا حسين جميعان لبيك يا إيه لبيك يا ما حلذيك الشمايل يوم طاب الكربلا طال عباس البطل وأولاد أخي مرحبا يقول الشهيد زينب يقول وإذا بالحسين يقوم الأكبر يقوم البطل العباس يقوم قوموا لاستقبال يا ناصرنا حبيب وإذا بزينب تسمعها هل هل تسمع جلب نادتها علي الأكبر علي ما عندكم قال أوليس قد جاء ناصر أبي حبيب هذا من ريحة أبوها يا مؤمن يا مؤمن قالت يا ولدي أبلغ حبيب السلام جاء علي الأكبار قال عم حبيب عمتي زينب تسلم عليك قال ومن أنا لتسلم علي فخر المخدرات زينب إذن لي يا أبا عبد الله لأسلم على زينب أذن له بأبي وأمي جاء إليها بأبي وأمي وقف عند خدرها ماذا قال قال السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب قالت وعليك السلام عم حبيب قال لها كأني أراك على ناقة عجفة من غير وطاة تدورين من مجلس إلى مجلس قالت وكأني أرى رأسك بين ركبتي الخيل تركلها بركبتيها عند ذلك أخذوا يتقاسمون الأخبار يقلبون الأخبار اللي جتهم من أمير البؤمنين سلام الله عليه واش قال حبيبها واش قال إلى زينب أنا خبرني أبوك المرتضى حيدر علي وقال زينب هالمصونة يوم عاشر تبتلي تفقد بساعة أخوتها وتصبح بلية ولي يعني يا زينب سبيت صيرين في وسط الفلة استعدي العقيل تشوفي لخوام جزراء هذا مقطوعات شفوفة ومن جد الفوق الثراء وذاك رأيس من قطوع واضلاع كلهم كالسراء اقبالة شدوسة حوافر بالحديد منع على مش قالت زينب قالت كفاية علي لا تفصل يا حبيب بالذي قلت ترى خبرني ابن أم الغريب قال لي بنذبح ضامي ومهجتي تلهب لهيب وأنا أصبح للحرم من بعد عين الكافلة بعدها يا حبيب أنا أزيدك كان رايدني أزيد جتفى بحبال أدخل حاسر بمجلس يزيد ويا حبيب قبال عين يكسر سنان الشهيد ويشتم الكرار أبونا وما أحد يردع علم حسين 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 وحسين جميعا حسين حسين حسين